كوشنير sheet بيكتب فيه بياناته وفيه اسئلة بيجاوب عليها date of donation expired date يعني وقت التبرع مهم جدا ان احنا ندونه لان ايه بيفيدني ان انا اعرف الكيس بتاعي اي بقى expired امتى في نفس الوقت بيديني المتبرع ده معلومة انه امتى يتبرع next donation donor occupation وظيفة المريض مهمة جدا اعرف وظيفة المريض job بتاعته عشان لازم ياخد rest 24 ساعة rest خصوصا في وظائف الايه اللي هي خطيرة اللي بالنسبة للتبرع زي انه بيقف فترات طويلة زي رجل المرور او زي الطبيب الجراح او زي طبيب الاسنان او زي المدرس او الدكتور في الجامعة تبرع بالدب او الطالب برضو لازم نديله الاجازة 24 ساعة sick leave time of last meal لازي يكون واكل على الاقل يكون ايه ما يكونش ويكون واكل كويس الريس يعني هو الفصيلة بتاعته ينتمي الاهنين في بعض الفصائل مثلا نشوف اسياوي افريقي نشوف هندي ليه زي احنا اخب بعض الفصائل ندرة زي فصيلة حتى قبلنا اسمها بومبي موجودة في الهند فلازم نبقى عارفين هو الجنسية بتاعته والفصيلة بتاعته بحيس ان نقدر احنا ايه نتأكد ان الفصائلة النادرة ديت موجودة في الشخص ده وممكن ناخد بياناته بعد كده الاتصال بيه زي ما هنشوف اللي هي او كده ونقدر ان نتواصل لو عزنا الفصيلة دي تاعة Intended Recipient يعني هو هتبرع الشخص معين جاي يتبرع الوالده او جاي يتبرع الوالدته فنكتب انه هو جاي بيتبرع للشخص ده فيه Recipient معين هو اللي هياخده